بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم اعزائي المتابعين والمشاهدين عبر اليوتيوب معكم احمد السيد كل متابعي قناة الاعلامي عبد الناصر زدان وقناة قورة بلدنا اهلا ومرحبا بكم جولة سريعة داخل القلع الحمراء وكل اخبار النادي الاهلي زي ما حضرتكم عارفين وبعد فوز النادي الاهلي وتصدر جدول الدور العام والفوز الاخير على فريق النجوم بهدفين مقابل لا شيء بتوقيع وليد ازارو ورمضان صبحي اذا الاهلي على قمة جدول الدوري العام والاهلي راحة اول ايام رمضان تاني يوم رمضان على طول الاهلي هيستنف تدريبات استعدادا للقاء السموحة يوم السبت القادم والاهلي عامل حسابه ان مباراة سموحة دي هتكون عنق زجاجة ومن المباريات الصعبة والتقيلة في الفترة الحالية ليه؟ لأول سبب هتبقى أول مباراة للنادي الاهلي في شهر رمضان وحضراتكم عارفين الصيام وما خلاف ذلك بيأثر على اللعيبة ارهاق الصيام طبعا بالاضافة الى ان حسام حسن هو المدير الفني لفريق سموحة واكيد هيحاول كالعادة ان يخلي سموحة تجيب اخرها قدام النادي الاهلي وبالتالي المباراة تكون مهمة جدا وصعبة جدا للنادي الاهلي في مشواره على قمة جدول الدوري العام زي ما موجود صراع في الدوري المصري ما بين الاهلي والزمالك وبرامدز او بالتحديد خلاص بقى الاهلي والزمالك لان البرامدز انا شايف بتعدله مع المصري الاخير خلاص هو برا المنافسة برضو منشستر سيتي يعني كسب بمباراة مهمة امام ليستر سيتي في الدوري الانجليزي وعادة مجددا منشستر سيتي لصدارة الدوري الانجليزي بفارق نقطة عن ليفر بول الدوري الانجليزي والبريمير ليج لمتعة خاصة يعني ليفر بول مع يورجن كلاب بيحاولوا يعني يكتهدوا ولكن منشستر سيتي ما بيهزرش فاز على ليستر سيتي بهدف كامباني وبالتالي يعود من جديد منشستر سيتي لصدارة الدوري الانجليزي بفارق نقطة عن فريق ليفر بول اللي بيلعب ليه ابننا حبيبنا محمد صلاح محمد صلاح بالمناسبة حالته كويسة لكن مش هيلعب في مباراة ليفر بول مع برشلونة الازباني مباراة العودة من الدور قبل النهاية لدوري ابطال ربا اللي ليفر بول انهزم فيها 3-0 من برشلونة طيب ده بس انا حبيت اربط ليه لان الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة في النادي الاهلي لما تكلم وقال شخصية الاهلي البطل موجودة وقال بصه اللي بيحصل في الدوري الانجليزي هو ده اصدو ممكن فرق تكسب مباريات وتتصدر وتستغل لتعصر البعض او تأجيل مباريات للبعض لكن في الاخر البطل هو اللي بيكسب وبيرجع لمكانته الطبيعية وهو قمة جدوى للدور العام ده اللي بيقصده كابتن سيد عبدالحفيز عندما عاد من جديد الاهلي لقمة جدول الدور العام الاهلي هيستعد حسام عشور جاهز للمشاركة في لقاء سموحة كذلك السولية ايضا الخبر الجميل بالنسبة لنا محمد محمود لاعب وسط النادي الاهلي هيرجع من المانيا سافر المانيا مجددا هيرجع يوم 15 ماي مايو ان شاء الله وهيبقى يخش في برنامج تأهيل ان شاء الله اخير قبل عودته للمباريات كان لاعب مميز وكان صفقة حلوة لكن قدر الله وما شاء فعل محمد محمود لاعب وسط النادي الاهلي نتمنى له الشفاء والعودة سريعا من جديد برضو من ضمن الاخبار المغلوطة المنتشرة خبر موجود في احدى المواقع ان احمد فتحي رفض عرض تجديد ليه بمبلغ مالي معين وان فيه جلسة وخلاف ذلك هذا امر مغلوط تماما ويمكن كنت اتكلمت هنا مع حضراتكم ان هذا الخبر نشر وان تم تجذيبه من داخل النادي الاهلي مفيش كلام في هذا الشأن بخصوص هذا القضية بشأن مطالبة احمد فتحي مغلاته المادية ورفع سقف مطالبات مادية وتجديد عود والكلام ده الاهلي اصلا مانع الكلام في هذه الحوارات في الوقت ده لان الاهلي عارف ان الوقت ده وقت بطولة والدور العام خلاص في اسابيعه الاخيرة فلا حديث داخل النادي الاهلي الا عن مباريات الدور العام ده اللي كابتن سيد عبدالحفيز مدير القرأ الهلنة مفيش ولا كلامه على تجديد ولا مطالبات برفع سقف مادية ولا 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 واحمد فتحي بحجمه امته يعني انا بفترض لو حتى بيتكلم في حاجة زي كده عمره ما يتكلم في الوقت ده لان احمد فتحي كابتن النادي الاهلي احد كابتن النادي الاهلي كابتن الفريد في المباراة الاخيرة كابتن ده ليه دور مهم جدا وده اللي بيعمله فتحي وده اللي بيعمله حصام عشور وده اللي بيعمله شريف الكرامي وده اللي بيعمله وليد سليمان احمد فتحي لاعب وعنصر مميز جدا 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 وعلاقته حلوة باللعب وبالجهز الفاني وبمجلس الادارة فالاخبار اللي بتتحاول بعض المواقع تكتبها شوية اخبار مغلوطة تماما كلنا عارفين هدفها عشان تأثر على النادي الاهلي وعلى لعبته وتركزهم في المباراة المتبقية في جدول الدور العام عشان بس انا كنت اتكلمت مع حضراتكم ان هذا الخبر نشر في بعض الجرائد ونشر ايضا في بعض المواقع كل هذا كلام عاري تماما من الصح مفيش خلاف ما بين احمد فتحي والاهلي الدنيا مكملة مفيش كلام عن موضوع تجديد ولا زيادة عقد ولا الكلام ده كله لان لا حديث داخل النادي الاهلي الا عن الدور العام والتركيز في الدور العام لان احمد فتحي بقيمته ومكانته كابتن النادي الاهلي مش بتاع مشاكل وكان راجع من اصابة ورويدا رويدا بقى موجود في التشكيلة الاساسية ويصبت مكانته وقيمته كلاعب خبرة داخل النادي الاهلي احمد فتحي لا خلاف عليه ومن اللعيبة المرشحة ويجب ان تكون مرشحة للانضمام للمنتخب الوطني في كاس الامم الافريقية القادمة يعني الكلام مش مجاملة لان احمد فتحي بقيمته وبخبرته لازم يكون موجود في كاس الامم ولا في شهر الست مع منتخب مصر لازم انا بقول لازم بك يمين وعرضيات وفت ودفع وخبرة وفتنس ما شاء الله ربنا يحرص ويحميه فبس انا ليه ذكرت هذا الموضوع لان البعض تحدث ان احمد فتحي يفتعل مشكلة داخل النادي الاهلي وان هناك خلافا بين احمد فتحي والنادي الاهلي وان في جلسة جامعة مش عارف مين ومين وصلح ما بين مين ومين مفيش كلام من ده مفيش كلام من ده أحمد فتحي مكمل مع النادي الأهلي وأحمد فتحي مركز مع النادي الأهلي ومركز في اللعب ومركز في المتشاط النادي الأهلي مركز في الدوري مفيش كلام ولا على تجديد تعاقد ولا على أي حاجة ممنوع الكلام في هذه المواضيع فربما بعض الأخبار تتداول في المواقع والسوشيال ميديا أخبار مغلوطة اللهم بلغت اللهم فشت مستى اللي صارت بيفكر يقيم يعني معسكر خارجي للنادي لقى لي في فتر التوقف في الدوري العام في آآ آآ كاس الأمم الأفريقية حضرتكم عارفين كاس الأمم الأفريقية في شهر ستة وبالتالي مستل سارتي بيفكر ان بفيه معسكر حوالي اسبوعين ولا تلاتة خارج مصر آآ من اجل يعني استكمال الدور العام مع العناصر المتبقية رغم التوقف ويكون فيه عناصر الدولية مع المنتخب الاول والمنتخب الولمبي لكن هو بيقول نعمل معسكر خارجي وليه لأ علشان يعني بقى فيه استعدادات مكسفة لعودة الدور العام احد اهم ايضا اهدف هذا المعسكر هو الوقوف على المستبعدين من قائمة الفريل للموسم القادم احد الاسباب الخفية لهذا المعسكر الوقوف على العناصر التي ستستبعد من النادي للموسم القادم خلاص عنده فترة كده كالسلمهم الافريقية يبدأ يحط بقى اكس ده مش معايا واي ده ممكن اطلعه اعارة زد دخل لي وبالتالي هتكون فترة كويسة مفيش موتشاط يبدأ يعرف نقاط القوة والضعف في الفريق مفيش ضغط المباريات الحمد لله وبالتالي يقدر يقيم بعض اللعيبة يشوف مين اللي هيقدر يطلعه اعارة ممكن اللي يبدأ يبيعه بيعا نهائي مين اللي محتاج يستخد عنه ويبص كمان على المعارين من النادي الاهلي لبعض الفرق زي احمد ياسر ريان اللي موجود في الجونة زي اكرم توفيه وخلافه ويشوف هيحتاجهم ولا لأ وبالتالي فترة كاس الامم الافريقية مهمة جدا للنادي الاهلي برضو عايز اتكلم مع حضراتكم بخصوص موضوع والراعي رسمي للنادي الاهلي ويمكن كنت تتكلمت مع حضراتكم من كزا يوم والحمد لله انفرضنا هنا بالكواليس وانفرضنا الحل هيمشي ازاي وقد حدث اكتمع الكابتل نحمود الخطيب زي قلت مع الاستاذ المحترم محمد كامل رئيس شركة شركة وزي ما انا قلت الاهلي لي حقوق عند شركة قراعي رسمي شركة عندها بعض الازمات المالية او الضيقة المالية نتيجة ان رعايتها الاكتر من نادي ونتيجة خلاص مشغولة بالاستعدادات لكاس الامم الافريقية والحفلة الاكثر من رائعة لوراية كاس الامم الافريقية وبالتالي تم الاتفاق على جدولة مستحقات النادي الاهلي لدى بالغرامات خلال الفترة القادمة الاهلي لي فلوس عند فطلع بيان رسمي او لان عايز فلوسي بعد ما بعدت اكثر من مخاطبة البرزنتيشن وبرزنتيشن ما ردتش لكن بمنتهى الشياكة اللي اتنين اتقابلوا رئيس النادي الاهلي ورئيس شركة وده اللي انا قلته هنا وده اللي انا قلته هنا وارجعوا لليوتيوب قلت هيتم جدولة المستحقات المتأخرة وبرزنتيشن ما عنداش اي مشكلة مع النادي الاهلي والنادي الاهلي هتقبل ده وبالتالي برزنتيشن هتكون موجودة في مباراة الاهلي مع سموحة السبت القادم وخلاص ما فيش مشكلة اقفل الصفحة اقفل الصفحة لان فيه غيرنا عايز يفتحها وعايز يشخبط فيها وعايز يلون فيها وعايز يقطعها كمان لكن انا بقول لحضراتكم الكواليس والاسرار علشان ايه الرواية والحكاية والناس اللي عايزة تتكلم كتير ما فيش الكلام ده والمواقع اللي عايزة تكتب والسوشيال ميديا اللي عايزة تسخن ما فيش الكلام ده الحمد لله المفروض النفوس تكون هادي احنا في رمضان والشياطين يعني اه الحمد لله متزلزلة ومحبوسة لكن ربما بعض الاقلام الضعيفة والنفوس الضعيفة تسعى وتستمر لاثارة الفتنة ولكن هنا الحمد لله احنا بننقل لكم الخبر بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب وبمنتهى المصدقي باتمنى ان اكون عند حسن ظنكم ورمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته